اهلا بكم عزيزي المتابعين معاكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن ازاي بنكتب خريطة السوائل او نفعلها للمريض بتاعنا اللي هي input and output sheet out chart ازاي بنحسب كمية السوائل اللي دخلة واللي خرجها للمريض بتاعنا ودي حلقة مخصصة للأطباء وللتمريض وما تنساش في البداية اعملي لايك للفيديو بص يا سيدي بعض المرضى المحجوزين في المستشفى بنبقى عايزين نفعل ليهم او نحسب ليهم خريطة السوائل بتاعتهم زي مثلا لو مريض عنده فشل في القلب او heart failure فاحنا خايفين يكون بياخد سوائل زيادة عن اللازم وده يكون حملة على القلب وجسمه يورم ويبقى في مشاكل او مريض تاني عنده ديهاد ريشل او جفاف واحنا خايفين نكون مش بنعوضه بالشكل الكافي فالمهم ان في بعض الحالات الطبيب بيطلب ان احنا عايزين نعمل للراجل ده خريطة السوائل بتاعته فتعالوا مع بعض نعرف ازاي بنكتب او بنحسب خريطة السوائل للمريض بتاعه الفكرة باختصار ان احنا بنجمع كمية السوائل اللي بتدخل للمريض وكمية السوائل اللي خارجة منه في الشفت بتاعنا ونترح الخارج من الداخل خلينا ناخدها خطوة خطوة اول حاجة كمية السوائل اللي دخلة للمريض باي طريقة كانت اي حاجة تدخل للمريض من السوائل لازم نحسدها زي مثلا اي حاجة المريض يشربها عن طريق الفن سواء كانت مية او عصير او لبن او حتى دوة عشان ما تنسهوش او حتى شربة اي حاجة سائلة المريض بيشربها بنحسبها لازم تكون في اناء مدرج طالما خلاص هنعمل خريطة سوائل نعرف المريض انه نحسب كمية كل حاجة بيشربها ونكون عارفين كمان المعلقة مثلا بتبقى 5 سنتي المعلقة الزغيرة او 5 مليليتر يعني المعلقة الكبيرة 15 مليليتر الكوباية بتبقى حوالي 200 او 250 مليليتر فلازم نعاير ونعرف الكميات بالزبط نبقى عارفين المريض شرب الساعة 9 كوباية لبن 200 ملي عارفين شرب عصير 250 ملي عارفين شرب مية 500 ملي وهكذا نبقى عارفين شرب ايه بالزبط تاني حاجة لو كان مركب رايل او قنبوبة معايدية برضو نعرف كمية السوائل اللي بياخدها في الرايل سواء كانت مية او ادوية او حتى طعام سائل يبقى اي سوائل تدخل عن طريق الرايل برضو بنكتبها او بنحسبها النقطة الثالثة عن طريق الوريد اي دوة او اي محاليل تتعلق عن طريق الوريد نحسبها المريض علق محلول ملح نكتبه المريض علق دم علق بلازمة علق صفايح او حتى اي ادوية وريدية اي دوة مضاد حية ومثلا اتحل وخده لازم يتكتب فاي حاجة خدها عن طريق الوريد برضو بنكتبها وهنقول ان المستشفى عندنا مقسمة خريطة السوائل في اليوم اللي هو 24 ساعة على 3 شفتات 6 ساعات و6 ساعات و12 ساعة مثلا فال6 ساعات الاولى هنشوف المريض خد سوائل قد ايه زي ما قلنا ونجمعهم كلهم على بعض ويبقى الاجمالي في ال6 ساعات كذا ونيجي نحسب برضو السوائل اللي خرجت للمريض بتاعنا في خلال الشفت الاول اللي هو ال6 ساعات اي سوائل تخرج من المريض سواء كانت بول طبعا المريض لو كان غير واعي لازم يكون مركب اسطرة بولية عشان نشوف كيس جمع البول جمع قد ايه في ال6 ساعات ونحسبهم لو كان المريض واعي يبقى لازم ننبه عليه انه يعمل حمام بول في اي وعاء مدرج او حاجة مدرجة وقبل ما يرميه يعرفنا عشان نحسب الكمية دي لازم يعرف الكلام ده او نستخدم يورينال سواء للذكور او للاناس فالمهم ان اي حمام بول لازم يتجمع ويتحسب في خلال الشفت اللي قلنا عليه كمان لو المريض مركب درنقة واحد عامل عملية والدكتور مركب له درنقة فلازم نشوف الدرنقة دي جمعت سوايل قد ايه في الشفت بتاعنا ونكتب برضو الكمية بالزبط او عيان مركب الشيستيتيوب لانبوبة الصدرية نشوفها برضو جابت قد ايه ونكتبهم بالزبط سواء كانت دم او صديد او سائل شفاف اي سائل يخرج في الدرنقة لازم يتحسب او حتى المريض عنده قيء المريض بيرجع القيء ده برضو لازم ننبه عن المريض ان لو حصل ترجيع يرجع في حاجة جنبه عشان نحطها في اناء مدرج ونعرف الكمية برضو قبل ما نتخلص منها كذلك الامر المريض لو عنده اسهال لازم ننبه عليه ان طالما في اسهال لازم يعمل حمام برضو في حاجة عشان نقدر نحطها في اناء مدرج عشان نقدر نحسب الكمية بتاعتها اما لو بيعمل حمام براز عادي صلب فده لا مش محتاجين نحسبه احنا بنحسب لو اسهال فقط كمان طبعا ما ننساش لو فيه استومة المريض عامل تحويل مصار او عامل فتحة لاخراج البول مثلا فما ننسهاش ونحسب الكمية اللي خرجة من الاستومة لان الفكرة ان اي سوايل بتخرج من الجسم ونقدر نقسها يبقى نقسها ونحسبها ويبقى كده جمعنا كمية السوايل اللي خرجت من المريض في الشفت بتاعنا الاول اللي هو الست ساعات الاولى ونجمعهم ونشوفهم كام بالزبط يبقى كده عارفنا كمية السوايل اللي دخلت للمريض قد ايه بالزبط والكمية اللي خرجت قد ايه بالزبط في خلال الشفت الاول اللي هو الست ساعات وبعدين بنترح الخارج من الداخل فبيدينا رقم لو كان الرقم ده موجب فبنقول عليه بوزيتف بلانس معناه ان كمية السوايل اللي دخل اكتر من كمية السوايل اللي خرجة من المريض على سبيل المثال المريض دخله 1000 مليليتر او 1000 سانتي خرج منه 800 بس 800 مليليتر فيبقى 1000-800 هيساوي 200 مليليتر رقم موجب معناه ان اللي داخل اكتر من اللي خارج بنقول عليه positive balance او توازن ايجابي اما لو كان اللي داخل للمريض اقل من اللي خارج فهيطلع الرقم بالسالب ونفرض ان المريض ده خله 1000 فعلا لكن خرج منه 1500 فلما نيجي نطرح 1000 نشيل منه 1500 هيبقى الرقم بالسالب سالب 500 فده بنقول عليه توازن سالبي او negative balance فالمهم ان احنا بعد ما جمعنا السوائل اللي دخلت المريض في 6 ساعات واللي خرجت منه في ال 6 ساعات الاولى اللي هو الشفت الاول بنكرر نفس الموضوع في ال 6 ساعات التانية الشفت التاني نشوف برضو دخلوا قد ايه من السوائل ونجمعهم في نهاية الشفت ونشوف خرج منه قد ايه من السوائل ونجمعهم في نهاية الشفت كذلك الامر الشفت اللي بعد كده اللي هو ال 12 ساعة المتبقية او على حسب المستشفى ما بتقسم عندك المهم يعني الشفت المتبقي بقى برضو بنشوف المريض دخله قد ايه في ال 12 ساعة من السوائل ونكتبه تحت ونشوف خرج منه قد ايه من السوائل ونكتبه تحت وبعد كده نجمع ال 24 ساعة على بعد يعني نشوف السوائل اللي دخلت للمريض في خلال 24 ساعة فهنجمع السوائل اللي دخلت في الشفت الاول مع اللي دخلت في الشفت التاني مع اللي دخلت في الشفت التالت يبقى ده كل اللي دخل للمريض في 24 ساعة كذلك نشوف السوائل اللي خرجت من المريض على مدار 24 ساعة نشوف خرج قد ايه منه في الست ساعات الاولى خرج قد ايه منه في الشفت التاني خرج قد ايه منه في الشفت التالت ونجمعهم مع بعض يبقى كده معانا مجموع السوائل اللي دخلت المريض في ال 24 ساعة ومجموع السوائل اللي خرجت من المريض في 24 ساعة وبرضو نطرح الخارج من الداخل عشان نشوف الرقم وزي ما قلنا لو كان الرقم موجب فده بنقول عليه positive balance او توازن ايجابي يعني السوائل اللي دخلها للمريض اكتر من اللي خرجة منه ولو طلع سالب يعني negative balance او توازن سلبي يبقى السوائل اللي دخلها للمريض اقل من اللي خرجة منه وطبعا الدكتور بيشوف الكلام ده وهو بيحدد بعض المرضى بيبقى عايزهم على negative balance زي مرضى فشل القلب زي ما قلنا هو عايز فعلا ان كمية السوائل اللي دخلها تكون اقل من اللي خرجة عشان المريض جسمه ما يورمش وما نزودش الحملة على القلب بعض المرضى الآخرين هو بيبقى عايزهم على عايز كمية السوائل اللى دخل اكتر من اللى خارجه زى الناس اللى عندها جفاف مثلا ودلوقتي تعالوا مع بعض ناخد مثال ازاي بنكتب الكلام ده فى الورقة اللى هي خريطة السوائل بنعملها ازاي هنقول ان دى خريطة السوائل اللى موجودة عندك فى المستشفى طبعا الورقة ممكن تختلف من مستشفى الى مستشفى تانية لكن الفكرة كلها واحدة فاول حاجة بنعملها ان احنا بنملى بيانات المريض بتاعنا بعد كده هنيجي هنا نلاقي خانة السوائل الدخلة للمريض فى بالفم وبالوريد واخرى اخرى دى لو المريض مركب الرايل مثلا فلو دخل حاجة بالرايل بنكتبها هنا فهنفرض ان المريض بتاعنا دخله الساعة 9 الصبح شرب 400 سنتي او 400 ملي لتر مية فبنكتبهم هنا الساعة 10 صباحا خد 500 سنتي او 500 ملي لتر محلول ملح فكتبناه هنا فى الخانة بتاعة الوريد الساعة 11 خد كباية شاي 200 ملي لتر فكتبناه هنا الساعة واحدة ظهرا او واحدة مساء يعني خد عصير وشفنا العبوة بتاعته لقناه مكتوب عليها 250 ملي لتر فكتبناها هنا وبعدين زي ما قلنا ان المستشفى مقسمة شفت 6 ساعات الاولى فاجمالي اللي دخل للمريض من السوائل فى الست ساعات هنجمع ده كله ادانا 1350 ملي لتر كذلك بنحسب السوائل المفقودة للمريض فى الست ساعات دول فالمريض بتاعنا عمل حمام بول الساعة 8 صباحا 200 ملي لتر سواء زي ما قلنا كانت فى الاسطرة او عمل حمام في وعاء مدرج او اليورينال فالمهم عرفنا انه عمل حمام بول الساعة 8 الصبح كانت الكمية 200 سنتي او 200 ملي لتر كذلك الامر الساعة 12 عمل حمام بول 250 سنتي او 250 ملي الساعة واحدة عمل 200 ملي وكان مركب درنقة جراحية عشان هو كان عامل جراحة ففى نهاية الشفت لقينا الدرنقة دي جمعت 150 ملي لتر فكده نجمع اجمال السوائل اللي خرجت من المريض ده فى الست ساعات لقناهم 800 ملي لتر لو عايزين نحسب توازن السوائل لهذا المريض فى الست ساعات دول نطرح الخارج من الداخل يبقى 1350 ناقص 800 هيساوي 550 بالموجب وده بنقول عليه توازن ايجابي نفس الموضوع هنشوف الشفت التانى اللي هو الست ساعات التانين المريض خد فيهم سوائل اد ايه زي ما قلنا سواء بالفم او بالوريد او باي طريقة تانية زي ما قلنا وبنجمعهم فى نهاية الشفت والنفرض ان نخد 1000 ملي لتر 1000 سنتي فى الست ساعات التانية وبرضو بنشوف السوائل اللي خرجت منه فى الست ساعات التانية برضو بنجمعهم عمل حمام بول مرتين كل مرة 200 سنتي مثلا حصل قيق فكان الترجيع ده 300 ملي الدرنقة جابت 100 ملي في 6 ساعات التانين دول فبنجمع كل اللي خرج من هذا المريض في 6 ساعات التانية لقيناهم 800 ملي كذلك الأمر الشفت المسائي أو الـ 12 ساعة اللي فضلين في الـ 24 ساعة بنجمع برضو بنشوف المريض خد في الـ 12 ساعة سوايل قد إيه ولنفرد 1500 ملي وبرضو نشوف المريض خرج سوايل قد إيه ولنفرد إنه هو خرج 1300 ملي كده لو جينا نجمع في الـ 24 ساعة إجمال السوايل الدخلة لهذا المريض في 24 ساعة هنجمع الكمية اللي دخلت في الست ساعات الاولى اللي هو الف تلتمية وخمسين زائد الكمية اللي دخلت في الست ساعات التانية اللي هو الف زائد الكمية اللي دخلت في الاثناشر ساعة المتبقية اللي هي الف وخمسمية فيكون الناتج تلات تلاف تمنمية وخمسين ميلي يبقى المريض بتاعنا ده دخله في الاربعة وعشرين ساعة تلات تلاف تمنمية وخمسين ميلي طيب لما نيجي نشوف اجمال السوائل المفقودة في الاربعة وعشرين ساعة برضو هنجمع هو فقط قد ايه في الست ساعات الاولى تمنمية زائد فقط قد ايه في الست ساعات التانية تمنمية برضو زائد فقط قد ايه في الاثناشر ساعة المتبقية الف وتلتمية نجمعهم على بعض هيدينا الفين تسعمية ميلي يبقى كده الراجل ده في الاربعة وعشرين ساعة دخل له 3850 ميلي لتر وخرج منه 2900 ميلي لتر لو عايزين نحسب توازن السوائل في الاربعة وعشرين ساعة على بعض يبقى 3850 كل السوائل اللي دخلت في الاربعة وعشرين ساعة ناقص 2900 اللي هي كل السوائل اللي خرجت في الاربعة وعشرين ساعة هيساوي 950 وده رقم موجب زي ما قلنا فيبقى ده positive balance او توازن ايجابي هي دي الفكرة باختصار واخيرا في شوية نقط بس حابب اكد عليها رقم واحد ان انت تلتزم بمكافحة العدوى في الشغل بتاعك وتخلي بالك من نفسك لو بتتعامل مع الدم او افرازات المريض وتلبس الوقتيات الشخصية بتاعتك رقم اتنين ان اي مريض بنحسب له خريطة سوائل فلازم ننبه عليه وعلى المرافقين لو كان معا يعني ان احنا بنحسب خريطة السوائل عشان اي حاجة يشربها يعرفها لنا الكمية بتاعتها ادي ايه بالزبط اي حاجة يخرجها زي بول او قيء او حاجة لازم يجمعه عشان نعرف خرج اديه بالزبط النقطة التالتة ان اي طعام صلب مش بنحسبه لكن لو كان طعام سائل في درجة حرارة الغرفة بنحسبه يعني الايس كريم سائل في درجة حرارة الغرفة يبقى دايه يتحسب من ضمن السوائل لو في شربة تتحسب من ضمن السوائل اما الطعام الصلب مش بيتحسب كزا ديك الامر زي ما قلنا في البراز البراز لو صلب مش بيتحسب اما لو اسهل فلازم يتحسب النقطة الرابعة ان في بعض السوائل بتخرج من جسمنا بس ما نقدرش نقسها بشكل كويس زي العرق مثلا وزي بخار الماء اللي بيخرج في الزفير لكن ما تشغلش بالك بيهم قوي زي ما برضو في بعض السوائل بتدخل لجسمنا ما نقدرش نحسيبها كويس زي السوائل اللي في الطعام الصلب وزي الميتابوليزم التاع الخلايا دي حاجات بس من باب العلم بالشيء ما تشغلش بالك بيها وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير وشكرا اللي حضرتكم